السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى صلاح القلوب اللهم أصلح قلوبنا يا أرحم الراحمين وها هو الصيف ويذهب الناس فيه إلى البحر يتلمسون الفسحة والراحة والاستجمام وأختر البحار بحر الهوى اللهم ألهمنا رجدنا وأعزنا من اتباع الهوى يا أرحم الراحمين قال الله عز وجل ولو شئنا لا وفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه قال الله عز وجل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه مشكلة كل ما يكون المكان بحري ويستقبل الهوى يكون حلو إلا الهوى الذي يفتن الناس في دينها وكارسة الهوى إذا اجتمع مع إطلاق البصر هي دي الروعة الجديدة من رواع ابن القيم اللي فيها صلاح القلوب وهذه الحلقة الثالثة عشر بعد المئة من شرح كتاب الفوائد يقول فيها ابن القيم بحر الهوى إذا مد أغرق وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء كلام جميل وعايز ترجمة فجددوا النية فبالإخلاص مجلسنا سيحلو وعلى سيد النبي نصر على سيد النبي نصر وعلى آله وصحبه أجمعين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحني الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له كريم ولا حرج على فضله رب أشع سأغبر لو أقسم على الله لا أبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى منصر على هديه واستنى بسنته واقتفى أسره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى صلاح القلوب اللهم أصلح قلوبنا واجعل قلوبنا قلوب الصالحين يا أرحم الراحمين وابن القيم عليه رحمه الله يقول في كتاب الفوائد بحر الهوى إذا مد أغرق وأخوث المنافذ على السابح إذا مد بصره في الماء مشكلة مشكلة اتباع الهوى والاستسلام للهوى والهوى أصل كل شر وقافت كل مشكلة وكرسة الهوى في إيه؟ إن الهوى غير مجرد الزنب بصي حبيب في خمر في لحم خنزير لحم الخنزير ده حرم منكر نجس وفي حليب طاهر صح؟ في ماء طاهر طهور ده حرم بين وده حلال بين الحرم ده 100% فيه هوى يوافق الهوى موافقة النفس موافقة اللز موافقة المتعة موافقة الغفلة إنما الكارسة كلها إن الهوى ده بقى فيروس منكر بس طاهر إذا حل على الحرام خلك تدمنه وإذا قرر إنه ينزل على الحلال يخليه حرام دي مصيبة الهوى دي كارسة الهوى الهوى كفيل إنه يخلح لكل حسنة سيئة فيه حسنات وفيه سيئات تخيل بقى فيه فلسو وفيه أصلي عيارة 24 الهوى بقى سائل يتحط على عيارة 24 يفسده يبوازه يخليه فلسو يخليه زور مشكلة مشكلة جرب الهوى إنه يعدي السليم الحسنة يخليها سيئة الأبيض يخليه يسود ياخد تقلي من كافة الحسنات يوديها في السيئة زي إيه تخيل زي إيه زي الصدقات بدل ما بيعمل الخير لوجه الله وللحسنات يوم يعمل الخير في وحدة مستضعفة يستدرجها للزنا يستملها إنها تتفتم بي صدق المال زي حفظ القرآن حسنات اقرأ وارتقي وردت كما كنت تردت في الدنيا يجي الهوى يخلي قراءة القرآن علشان الرياء والسمعة علشان الرياسة والمنزلة الكبيرة زي إيه زي الصيام زي القيام زي الدعوة إلى الله زي كل طاعة وحسنة يجي الهوى يخلي الحسنة والطاعة دي ضاعت خلاص كان زمان الملتحي ولا ما كان زمان ولا حاجة الدعوة هي ماشية في سكة ربنا يقيد لنا اللي يفتح أبصرنا وبصرتنا لطريقة الدعوة بقول إن معروف البداية الطريق إلى الله إن الناس يقول لك بلاش موضوع اللحية ده هيفتكروك كإرهابي هيفتكروك وحش هيفتكروك مش عارف إيه وإنت تصبر وتثبت وتقول العلم النافع هيبين بالعكس ده أنا اللي أعصم دماء الناس ده أنا اللي أنشر عسمة الدماء وأنا اللي أفهم الناس أنا اللي حريص على السلم المجتمعي والأمان المجتمعي فلما تثبت قدمه ويعافى وما يبتلاش يتحول تتحول اللحية دي من شيء كان ثابت عليه رغم ضغوط الناس إلى هوا بقى بقى ملتحي علشان يتقال له يا شيخ علشان بيكسب من وراها علشان بيفتن من وراها عشان بيتفتن من وراها علشان شفت زي النقاب أول ما لبست النقاب كل الناس حربوها لما لبسته بقت ملتقبة بدأت يبقى ليها هي كمان حسابه على فيسبوك وهطلع أشرح اللبس النسائي وبقى أنا فاشونست منتقبة ولازم يعرفه النقاب جميل مش وحش وتقوم لبسا النقاب أحمر والنقاب سيمون والنقاب بنك والنقاب الهوى مصبته إنه هو مش بس يجي على السيئة قيعة السيئة فعلا يخليك تدمنها يخليك ما تشوفش عواقبها يخليك تألفها يخليك عايز أفحش منها وأنجس ما تجمعش من الوحاشة لكن ممكن كمان يجي على الطاعة يفسدها يخليك تتعصب يخليك تشوف إن شيخك فوق النقد يخليك العكس تسيء الظن بأي حد مشكلة فهو الهوى ده كرسة وده أعام من الدرس المرة اللي فاتت لقاء الأسبوع الماضي من صلاح القلوب كلمة ابن قيم عن غض البصر إيه يعني إذا عرضت لك نظرة لا تحل فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فقد نجوت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال المرة دي بقى بينقلنا نقلة مع غض البصر مش غض البصر عن بس الشهوات والعورات ولزات الأجسام لا مد العين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى بيكلمنا عن حتة تانية خالص ابن قيم هو بيقول وأخوف المسابح وأخوف المنافذ على السابح مد البصر في الماء مشكلة بقى البصر بيقوم بدور رهيب مع اللي بيتبع هوا قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوياني مثلا الحمد لله بالأكثرهم لا يعلمون اللي هو أي الشتات خلاص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوز بالله من شتات الأمر قال الله عز وجل ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطة اللي هو بقى خلاص دور البحر بحر الهوا بقى يدوخه فاهميني يا جماعة اللي هو مش طرف الهواه الحتة اللي في الأول لأ الدوخة اللي جوه اللي في العمق مش اللي بيجرب يعمل الزنب لأ اللي غوط في الزنب لحد ما مش شايف له مخرج اللي ربنا بيقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى لكي يهدي هذا الإنسان ما ينفعش هيهتدي بقى ضربات قوية ضربات نعم أو ضربات ابتلاءات وقطعناهم في الأرض أمما منهم مصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون عايزين زلزلة تجيبهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله والهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين حيران حيران أتاية مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا عايزين مش هيرجع تاني خلاص دخل في معمعة الهوى مش أعد برع الطرف وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم اخرج إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع كرسة إن هو يتسحب جوه إعصار الهوى يدور في الدوام خلاص ما يبقلوش أرار علشان ساعة لما كان بيستعبط ساعة لما كان بيحوم حوالين الخطر كان يصدق فيه قول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هو بس كان كل اللي محتاج له مهلة عشان يضيعوا يبعد عن ربنا كانش محتاج أكتر من وقت يعني مش عايز يتسلط عليه حاجة في حياته إلا نفسه بس عايز وقت بس يبعد بيه عن ربنا اللي هي وأملي لهم أن ربنا يديهم مهلة دي الوقت إن كيدي متين إنما نملي لهم ليزدادوا إسما حالة مبارزة اللاب الزنب واستحلاء ده والدخول في هوجة الزنب ودوامة الزنب اللهم نجنا منها أرحم الراحمين العبيد السازج اللي يعمل الزنب في الخلوة قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم حد 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 يضيع لحظة الخلوة بالله في التباغض إلى الله انت بتقولي أنا مش شايفك انت بتقولي ربنا أنا مش شايفك انت مش موجود علشان كده بقى ساعة لما يجيل الشيطان الرجيم في جهنم والأعز بالله ويخطب فيهم الخطبة بتاعته وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إيه ده إيه الخطبة خطبة الحسرة في جهنم توهان الهوى وأما ثموت فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهوني مما كانوا يكسبون ضياع ما فيش حد في الدنيا يضيع أكتر من اللي ضيعوا ربنا سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ومن يضلل الله فلا هادي له ويزارهم في طغيانهم يا عمهون هو ده قول ابن الجاوز على ربنا الله القلوب ضعيفة والفتن خطافة هو ده من ادعى العصمة أوكل إلى نفسه توهان اللي مش بس يعمل الزنب على طرفه لا اللي صدق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الضمير يهتف في الإنسان كلما فتح سترا يقول ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه مش هتتفرج عليه من برا إنك إن تفتحه دالجه هتخش في عمقه ومن ادعى العصمة ووكل إلى نفسه اللي يقول أنا جامد أنا مش هقع لازم يضيع ويقع والبصر دوره وإيه بقى في الهوى دوره في الهوى إنه يخليك ما تشوفش إلا إلا الشيطان عايزك تشوفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه يبقى مثلا مثلا مامته بحوشه له مساعداه منه إنه هو صغير إنه هو يحوش يعمل شقة يبقى هو الشايف إنه هو عايز ياخد المال ده يصرفه في أي حاجة صعبان عليه شوية نجاح قد كده أمه وساعدته به عايز يجيب الفشل عليه وطيه في مقتبل الحياة ما يصلحش إنه إلا إنك تتعلم شيء والحمد لله إنك ينفع تتعلم وتقبض فاشتغل وقبض اشتغل موظف عند حد وقبض بنفسية وروح ونية التعلم إنه أنا حعمل مشروع لما أكبر لما أكبر في إيه؟ في العلم لما أعرف أول الشغلان وآخرها ده إنه بقولك لو جدع لما تستوي عندك الخبرة لو بطل لو أنت بطل لما تكمل عندك الخبرة يبقى تاجر لإن المشكلة إن اللي بتزيد عندهم الخبرة بيزيد عندهم فيه شيء سلبي في زيادة الخبرة بيزيد عندهم ألف الأمان إنه يبقى موظف قديم وعارف كل حاجة ويقدر دلوقتي يقف على رجليه ولكن يخاف من المخاطرة يخاف من المخاطرة ويخاف من إنه يضيع أقسماله اللي تعب فيه سنين طويلة فده اللي ما بيتاجرش مع إن المفروض ده اللي يتاجر والصغير الأولاني ده اللي يشتعل ويقبض عند الناس وما يتاجرش لكن هي الدنيا كده ده امتحانه إنه يصبر إنه الموظف يقبضه بس ما يعملش مشروع وده امتحانه إنه يقاوم الخوف ده ويتجرق على التجارة ولكن هي الدنيا كده الشاهد إن القافة كلها في عنف اللي عنده الهواء اللي هو بقى مش بيبقى عاصي من بر لا اللي بيبقى عاصي بعنف ده مشكلته إيه وجعل فقره وبينعيه مشكلته في عنيه إنها شايفة إنه أنا مش متجوزة ده ده مش جوزة دي خلاص انت حر كل اللي بيشجعوها تتطلق مثلا بيشجعوها تتطلق عشان جوزها تتجوز تاني تتطلق وبعدين تبقى زوجة تانية وكل الهجوم على الرجالة في موضوع التعدد ليه ليه هو الرجالة اللي بتتجوز أكتر من واحدة أكتر ولا النساء السؤال واضح مين بيعمل التعدد أكتر الرجالة ولا النساء إذا كان الراجل الواحد حيتجوز اتنين وثلاثة واربعة يبقى دي حاجة بتعملها النساء أكتر ولا بتعملها الرجالة أكتر التعدد ده موضوع نسائي حلو مع بعض ما تقوليش للرجالة حاجة الراجل الراجل أقل حد في موضوع التعدد ده عددا التعدد ده مشروع نسائي النساء هي البطلة اللي فيه هي جمهوره هي أبطاله أبطاله هي القائمات بي الرجالة اللي بقى هي المتهمة بالتعدد الحكاية في إن الإنسان يشوف بعنيه نعمة ربنا اللي عنده النعمة اللي ربنا الدهالك شو فيها أبصريها لدرجة إن شيخ مشايخنا كان يقول تزوجي المتزوج فإنه أفرغ لوقتك وأعوانه على عبادة ربك اللي اللي زوجها من جاوز تاني بتخدم أقل بتتفرغ أكتر بتتعبد لله أكتر لها شركاء في الخدمة ما إحنا لازم نبصر النعمة وما نخرب بيوت الناس هل أنا دلوقت قاعد أدعو للتعدد لا ده أنا بقول الرجالة من نجدعوا في موضوع ده ده الموضوع ده نسائي نسائي هم أبطال وهم اللي يعني دي هم الداء وهم الدواء النساء هم المشكلة وهم الحل في موضوع التعدد فأنا مش بقول دلوقتي يلا هلموا إلى التعدد لا ده أنا بقول بلاش خراب بلاش خراب وكل المطلوب النعنينا تشوف نعمة ربنا بس بس نتوه لا أمنتوه وما لإيه نرشد نشوف بعنينا النعمة نشوف بعنينا نعمة ربنا علينا تشوف نربنا ادينا وردانا ومتعنا وكفانا وصرف عننا فاكرين الدرس اللي فات درس صراحة القلوب اللي فات قلت لكم أن أنا عندي درس السبت كل يوم سبت في شبراء في تفسير القرآن الكهين كل يوم حد بقى وأنتو بتتفرجوا على الدرس اللي وقتي أنا كل يوم حد في منطقة المرج والنهضة وجسر السويس وعين شمس في الجنب ده اللي هو شرق القاهرة أحد وأحد في المرج وأحد في النهضة وأحد في أحد في النهضة وأحد في المرج خلاص باتكلم في إيه بقى باتكلم في شرح كتاب البر والصلة لابن الجوزي عبد في الجامعة في الجامعة دلوقتي وأنتو بتتفرجوا على الحلقة يكون الدرس المسجد لسه خلصان بشرح كتاب ابن الجوزي علينا رحمة الله البر والصلة بتكلم على البر والصلة والصفح والمسامحة وحسن الخلق الله مرزقنا الأدب يا رحمة الرحمة فبقول إن كل المطلوب مننا عشان نعيش الأدب يا جماعة إحنا بأدب الخلاف بالأدب مع المخالف بالأدب مع المخالف حنعرف نعيش ربنا حيهدي المخالف ربنا حيسخر لنا المخالف ربنا حيألف بنا وبين المخالف أو يطلع علينا سبحانه وتعالى فينتقل منه ويشفي صدورنا فيه مثلا كده ولا كده إنت مطلوب منك حسن الخلق قال الله عز وجل فاتقوا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجمله في الطلب أطلب حقك إنت صعب حق أو إنت مفتري إنت صعب حق أطلب حقك بجمال بطريقة جميلة فاتقوا الله وأجمله في الطلب عايز تطلب إيه عايز تطلب حقك أطلبه بجمال عايز تطلب إيه رزقك أطلبه بجمال لازم تبقى جميلة على طول الخط ده ربنا العظيم سبحانه وتعالى قال ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح إيه ده قال الله عز وجل وزينناها للنظرين إيه العظمة دي إيه العظمة دي والجمال ده بقى الزينة ربنا سبحانه وتعالى يوصل يذكر أنه من أفعاله أنه هو يزين السماء يزين إيه ده هي دي هو موضوع الزينة ده شيء بهذه العظمة والأهمية ده مش شيء يعني هامشي غير مهم مهمة جدا الجمال والزينة مهمين جدا جدا صدقوني اللي يغتسل قبل ما ينام بياخد حسنات اللي قبل ما يطلع على السرير جنب زوجته يخش يستحمى بياخد حسنات اللي ريحة شرابه نظيفة بياخد حسنات اللي بتحط عطر وتستحمى قبل ما زوجها ييجي بتاخد حسنات الموضوع الجمال وموضوع النظافة وموضوع الزينة وموضوع حسن الخلق والكلمة الطيبة والرد الكويس ده من الحسنات ومما يرضي الله عز وجل وضده يرضي الشيطان الرجيم في ناس بيوتها ما فيهاش معاصي فيهاش أغاني فيهاش أفلام مش معلقين صور ما فيهاش أكل حرام ومع ذلك فيها شياطين عارفين ليه من قلة النظافة خلي شائتك تبرق تفاصيل التفاصيل زي ممتك فوق النجافة ما فيهاش تراب فوق مصورة غاز ولا مصورة في الحمام ولا المطبخ ما فيهاش تراب فوق التلاجة ما فيهاش تراب فوق المكتبة ولا كذا ما فيهاش تراب تحت السجاد ما فيهاش تراب الدنيا خليها تبرق علشان فيه خنقات بتحصل في البيت ومشاكل في البيت وأحقاد في البيت بسبب شياطين جبت من فضلات طعام مثلا على الأرض ولا قشر بيد ولا عضم دجاج أو لحم أو شيء وقع في الأرض في جنب من جناب الشقة مكان ما بنأكل في المطبخ أكرمكم الله سلة القمامة اللي في المطبخ أو في أي غرفة مش نظيفة حواليها مش نظيفة الكلام ده يجيب شياطين يجيب طلاء يجيب نسيان مذاكرة ينسي القرآن يخليك يتشوفي حاجات ويتهيالك حاجات في البيت أنا شفت حاجة بتمشي وراي هو ده النظافة والجمال وحسن الخلق والأدب اللي يجمع جمال الظاهر وجمال المنطق وجمال الباطن هيعرف يعيش وينجو من الهوى الهوى عكس ده كله ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وأمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو جعل غناه بين عينيه كل ما يبص في حيث يشوف نفسه أحسن من أي حد في الدنيا كلها بص ابن الجوز عليه رحمة الله بيقول إيه على غض الوصر قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يا عجبا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أخطارهم لو تفكروا في صفائهم في أكدارهم لما سلكوا طريق اغترارهم ما يكفي في وعظهم وازدجارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لو تفكروا في حال صفائهم في أكدارهم وانت في الكدر افتكر نعمة ربنا عليك في الصفاء وانت في الصفاء افتكر ان ربنا عزيز قادر انه يغير الصفاء ده بابتلاء في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعملا وهو العزيز والغفور ان الابتلاءات مرادها منك حاجة واحدة اي ابتلاء اي ضنج اي ازمة مر بيها دي جاية علشان تقولك النعمة اللي كنت فيها دي زوالة ربنا عزيز قهرك ربنا اقدر عليك من الاستمتاع كده بلا مبالا عزيز ولا مش عزيز اه يا رب اشهد انت عزيز ساعات الواحد كده ساعات الواحد كده ينسى نفسه يلاقي الحياة الزوجية جميلة وايه ده والله ده امالي النكت ده شكله ايه والله الواحد نسي هو فيه نكت في الدنيا هو فيه حاجة اسمها نكت يا اخي ده كأن الدنيا فيهاش نكت ومجاي النكت طاخ يقولك اه تصدقك وانت حنساك النكت دي يقولك دي دنيا انت هتستمتع كده وتصفو وترو وتنبسط وتحقق امنياتك وبتاع لا دي دنيا ركز قوي دي دنيا فتنفاق وتؤمن بعزة الله ان هو قهرك وهو لا يغلب كده يبقى خدت من البلاء حاجة اسمها المغفرة يزول البلاء مع مغفرة وهو العزيز الغفور البلاء بييجي عشان يعرفها باسم الله العزيز وباسمه الغفور سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي رحمه الله الدنيا دار الآفات والفتن كم غرت غرا وما فطن أرته ظاهرا هو الظاهر حسن فلما فتح عين الفكر من الوسن قال رب ارجعوني ولن ويح المقتولين بسيف اغترارهم والشرع ينهاهم عن أوزارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أين أرباب الهوى والشهوات ذهبت والله اللذات دون التبعات وندموا إذ قدموا على ما فات وتمنوا بعد يبس العود العود وهيهات فتلمح في الآثار سوء أذكارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نازلهم الموت على الزنوب فأسروا في قيود الجهل والعيوب فرحلت لذات خلت عن الأفواه والقلوب وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب حين خرجوا من ديارهم في ثياب إدبارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للنظرين إلى المشتهى في ديارهم هذا أنموذج من دار قرارهم فإن استعجل أطفال الهواء فدارهم وعدهم قرب الرحيل إلى دارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم احزروا نظرة تفسدوا القلوب يبص على صاحبه لما استقبلت رسالة من مراته وهي بتقول له يا بيبي ولا تشوف هدية جابها زوج صاحبتها لصاحبتها ولا واحدة عاملة حالتها سرق حالة والله العظيم من عالها صورة وحطاها إن هي جزهة حطت إيده على كتفها ومش عارف إيه وإنت سنة دي ولا واحدة مشيرة جزهة وهو متجند وأماسك صورتها وفوزت الدبابات ومش عارف إيه احزروا نظرة تفسدوا القلوب وتجني عليكم الزم والعيوب تسخط مولاكم عالم الغيوب لقد وصف الطبيب حمية للمطبوب فلو استعمالوا الحمية لم تتعرض الحم بأبشارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفقنا الله وإياكم للهدى وعصمنا من أسباب الجهل والردى وسلمنا من شر النفوس فإنها شر العدى وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال ابن الجوزي أيضا رحمه الله تعالى في المدهش أكثر فساد القلب من تخليط العين ما دام باب العين موسقا بالغض فالقلب سليم من آفة فإذا فتح الباب طار طائر وربما لم يعد يا متصرفين في إطلاق الأبصار جاء توقيع العزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور والقلب كعبة ويسعني وما يرضي المعبود بمزاحمة الأصنام القلب كعبة ما ينفعش فيها الله ربنا مش ممكن تنقش صورة على القلب القلب ده بتع ربنا الوحد إذا لاحت للتائب نظرة لا تحل فامتدت عين الهوى زلزلت أرض التقى ونهض معمار الإيمان وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لاحت نظرة لبعض التائبين فصاح واحد تائب صالح قلبه نظيف مرت قدامه حاجة نفسه يبص عليها فتنة فسرخ قال حلفت بدين الحب لا خنت عهدكم وتلك يمين لو علمت غموس إذا خيم سلطان المعرفة بقاع القلب بث جنده في بقاع البدن فصارت السباخ رياضا لرياضة ساكن في القلب يعمره إذا نزل الحبيب دار القلب لم يبق فيه نازلة يا ربنا يا الهوى أول منازل القوم عزفت نفسي عن الدنيا وأوسطها لو كشف الغطاء ونهايتها ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه شفتوا إحنا بصرنا المفروض ينشغل بإيه أرواح المحبين خرجت بالرياضة من أبدان العادات وهي في حواصل طير الشوق ترفرف على أطلال الإحسان وتسرح فيه رياض الأنس عند المحبين عند المحبين شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا ده بعض المحبين مستنين يخشوا الجنة عشان يشوفوا ربنا بس يقوم يبصوا للدنيا أصلا إذا كان ما بتمر آيات الحور والقصور والأنهار والأشجار وهو منشن في حتة فوق النظر إلى وجه الله الكريم فإذا كان تفاصيل الجنة ما بتشغلوش يقوم يبصوا للدنيا عند المحبين شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا ما ترى عين المحبين إلا المحبوب عين اللي بيحب ربنا ما بتشوفش مهما حد يشألها ما بتشوفش إلا المحبوب فبي يسمع وبي يبصر أنت أنت عين العين إن نظرت ولسان الزكر إن ذكر أنت سمعي إن سمعت به أنت سر السر إن خطر ما بقي لي من أقلقه الخوف كيف يسكن من أنطقه الحب من أقلقه الخوف كيف يسكن من أنطقه الحب كيف يسكت من من آلمه البعد كيف يصبر سل عنهم الليلة فعنده الخبر أتدري كيف مر عليهم عليهم تدري كيف مر عليهم أبلغ كما جرى لهم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المحبين الذين يستمتعون بلزة مناجاتك ولزة الفهم عنك دايما في دروس المساجد أقول لهم قلولي حاجة بتقولوها وأنتو بتغضوا أبصركم فده يقول بقول أعوذ بالله مشيطر عزيم ده يقول وأنا بغض بصري بقول أستغفر الله العظيم وده بيقول اللهم احفظني وواحد قال لهم أما أنا بقى فبقول اللهم إني أحبك أنت وأريد النظر إليك أنت يا رب أنت الأجمل يا رب أنت الأحسن يا رب أنا أريد أن أراك أنت عرفت غض البصر بيك إزاي مش مسألة شهوات بس مسألة كل الأهواء وكل المحرمات وكل ما ليس لك لا تمدن ولا تمدن عينيك ومضى الوقت يا ابن الجوزي ويا ابن قيم الجوزية مع كلامكم العزب وفهومكم الزكية اللهم انفعنا ببركات علمهما واجمعنا بهما في المنازل العليا ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته